موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم وأهلا بكم في آخر طبع يعيش اليمن اليوم على نبض مؤتمر جنيف المزمع عقده يوم الأحد المقبل في الرابع عشر من الشهر الجاري كل الأنظار تشخص نحو هذا المؤتمر عله يحمل بريق أمل لليمنيين الذين عانوا الأمرين جراء القصف السعودي المتواصل منذ شهرين ونيف وجراء حرب داخلية ضروس وأزمات اقتصادية لا تنتهي فماذا يحمل مؤتمر جنيف في جعبته لليمنيين وهل سيخرج بنتائج مرضية أم أننا أمام جولة أولى وجولات قد لا تنتهي على غرار جنيف سوريا مثلا وماذا بشأن الهدنة الإنسانية هل ستكون مدخلا لدخول قوات إسلامية كما ترغب حكومة البحاح وما أهداف هذه القوات على الأرض هذه الأسئلة مشاهدين وغيرها سنحاول طرحها على ضيفنا الشيخ جاهد حيدر شيء قبيلة سفيان بكيل اليمنية أهلا ومرحبا بك شيخ أهلا وسهلا بك يوم الأحد المقبل كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة ستبدأ مباحثات جنيف لتسوية الأزمة في اليمن هل تتوقع من هذا المؤتمر أن يخرج بنتائج معينة لتسوية هذه الأزمة أم لا؟ بالنسبة لتوقعنا نتائجها نتائجها سلفا محسومة يعني أنه لن تأتي بخير للبلد ولن تكون محطة اتفاك لأنه مرسوم له مرسوم له سياحة زيارة لها هناك مجرد سياحة والعودة يعني حتى وفد أنصار الله سيذهب إلى الجنيف للسياحة؟ لا وفد أنصار الله هم يبحثوا عن حلول ولكن السعودية الذي لا تريد الحلول يعني أنت قد تسمع هذا المؤتمر أنا أصوره بالمثل أدي قال أنت سمعت عنه الجرح الذي تستحي تقدمنا الدكتور وإذا قلت تصبر عليه يقلمك عارف المثل هذا ما بدي أشرحه فهذا هو المؤتمر جنيف يعني الناس الذين يذهبوا إلى هناك سيذهبوا وهم يحملوا كلمة لا هذه خاصة جيئا من السعودية هذه جيئا من السعودية سيذهبوا إلى هناك وهم يحملوا كلمة لا للشراكة لا للحكومة لا آخر طيب لآت متعددة لآت متعددة ولكن بالنهاية ما هو البديل بالنسبة للمنبك العربية السعودية إذا طرحت هذه اللقات في جونيب ما هو البديل يعني بعد أكثر من شهرين من القصف المتواصل لم نحصل على أي نتيجة لم تتحقق الأهداف لا خليتني أكمل أنا فضل هذه اللقات لها وراها حديث يعني السعودية بتقول أنا بنضرب اليمن بقرار دولي اشترتها بفلوسها إذن معناها بما أنني منفذ قرار دولي الآن أرسل اليمنين إلى هناك للحوار ولكن السعودية لا تريد حل ولا تريد خروج الملف اليمني من يدها لأنها بتعتبر اليمنين لو تحاوروا في جنيف على يد الأمم المتحدة واتفقوا الأمم المتحدة بسطر قرار بوقف العمليات العسكرية تكون السعودية فقد وصلت إلى غايتها في اليمن فهي تريد أن تمسك الملفين الملف العسكري تمام زائد ملف الحوار جيد بيدها فهي بس إرسالتهم للأمم المتحدة بس في إشارة في رسالة منها للأمم المتحدة أنه أنا ملتزمه بالقرار 22-16 يعني منفذ أنا مجرد منفذ يعني هكذا بتقول للعالم تمام لأنها مالشة العالم يعرف أنها هي بتعتبر اليمن حديقتها الخلفية بل محل قمامتها تمام هي في حساباتها تمام ضف على هذا كله أنها بتعتبر أن الملف لا خرج من يدها خرجة القضية اليمنية من يدها كلها طيب لم تجبني على سؤالي يعني ما هو البديل ما هو البديل إذا يعني لم ننجح في جونيف في مؤتمر جونيف لتسوية هذه الأزمة المتفاقمة في اليمن ما هو البديل بالنسبة للمملكة العربية السعودية العمليات العسكرية لم تؤتي بنتيجة حتى الآن سعودية شنة حرب لهدف سري وأهداف معلنة فيه أهداف معلنة وفيه هدف سري تمام الأهداف المعلنة هي عادة عبد الرب عودة الأنصار الله وكلام من هذا كثير هذا الشيء المعلن بس الشيء الخفي هو أن يقوم علي عبد الله صالح بالإنقلاب على أنصار الله بعد ما يخرجوا للأطراف يعني درحين كيف سارت شوف أنصار الله تقاتلوا هم والإخوان المسلمين طيب السعودية وعلي عبد الله صالح هذه هم كفة واحدة يعتبروا تمام اعتبروا أنه هذا ولا كلهم خصوم تركوهم يتقاتلوا تمام على أساس كلهم بيخلص على الثاني أنصار الله انتصروا وبقيتهم قوية تمام بعد ما انتصروا على على الإخوان المسلمين سيطروا على البلد كثورة كثورة ضد الفساد وضد التبعية الخارجية والشعب معاهم على هذا الكلام تمام السعودية قالت خلاص الآن احنا كنا غاضين الطرف على أساس أنه أنصار الله يقضوا على الإخوان المسلمين بصفتهم أعدالنا تمام الآن نحن نريد القضاء على أنصار الله قالت علي عبدالله صالح يالله انقلب عليهم قال أنا لا أستطيع انقلب عليهم وهم موجودين بهذا الكتابة تمام قالت السعودية ما هو الحل قال افتحوا لهم حروب حروب تمام في أطراف اليمن على أشياء يخرجوا يقاتلوا هناك وبعدين علي عبدالله صالح ينقلب هذا تسلسل الأحداث أي وقت هذا واضح هذا واضح للجميع بس حوصلك لهناك تمام السعودية بعدين عولت قالت احنا بدنا ذريعة هذا الذريعة يعني عالمية علي عبدالله صالح قام هرب عبدربه منصور عبدربه منصور في صنعه هربه علي عبدالله صالح إلى عدن وعلى أساسا يكون هناك اتباع وحزب الإصلاح ودواعش ويفتحوا حرب طويلة لأنصار الله يطلعوا من صنعه بعدين ينقلب عليهم صالح ما تحققت هذا الغاية ما حتصمد أمام أنصار الله قالت السعودي خلاص بجيب جيش باكستاني على أساس أنه هذا الجيش الباكستاني هياخذ أنصار الله في الأطراف وعلي عبدالله صالح بيانقلب داخل الصلاح ما فيش باكستاني ولا في مصري بعده علي عبدالله صالح عم يتأمر مع السعودي علي عبدالله صالح حقهم أساسا هم دي جابه للحكم وإلى اللي هم صاحبهم لأنه هذه هذه النقطة بالتحديد لماذا أسأل هذا السؤال هذه النقطة بالتحديد أنت طرحتها وأثرتها في حلقة سابقة حلقات هل لا يزال علي عبدالله صالح برأيك يتأمر مع المملكة العربية السعودية ضد اليمن وضد أنصار الله هو يتأمر مع السعودية هو يشكل الهيمنة السعودية على اليمن وهي جابته يحكم زمان لليمن تمام ونفذ مشروعها في اليمن هو هو الذي أرجع عجلة التاريخ في اليمن للوراء تمام لا بناء لا تطور لا تنمية لا لا إلى آخرها هو تمام لما جيت عليه ثورة 2011 2011 11 مبراير هذا الربيع العربي السعودية أسعفته أسعفته بمبادرة تبقيه في الحكم وتبقيه الأخوان لا أقول لك أن حقهم ذاك اليوم وحقهم اليوم تمام السعودية حينها لما أعجزها أن تجيب للجيش المصري والجيش الباكستاني أي شيء الذي يصار التصالف مع علي عبدالله صالح هذا الحين جديد عمل جديد وإحنا كلنا يعرف وإنتوا تعرفوا ذلكل كلام أنه أحمد علي عبدالله صالح طبعا كان قبل عاصفة الحزم بـ 48 ساعة مع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بيتفاهموا على الشفرة قلنا من هذا تمام بس حنا نرجع إلى وين السعودي الآن السعودي الآن اسمح لي هذه التسريبات صدرت من المملكة العربية السعودية هذه التسريبات لا مصادرة من المملكة العربية السعودية هذه صدرت من معارضين اكتشفوه اكتشفوا معارضين لعلي عبدالله صالح لحركة أنصار الله معارضين لعلي عبدالله صالح ولكن هؤلاء المعارضون أين يجلسون ألا يجلسون في المملكة العربية السعودية أيها بس هم ما جابوها متعمدين للتسريق جابوها من كثر ما بينهم وياه من مشاحنة وليس كلهم المهم ألي بدي أكمل في هذا الكلام السعودية الآن اتصلت مع العبدالله صالح قالت له ما فيش جيش يعني على حدود المملكة منتشرين أنصار الله لكن لازالوا بكثافة في صنعة يعني ما خرجواش من صنعة ذا الحين أحنا بدنا قوة يمنية يمنية تمام تتواجه مع أنصار الله عليك أن ترسل لنا من ترسل لنا أثقل رجالتك قام أرسل أثقل رجالتك القبليين والعسكريين باسم مؤتمر رياض وصلوا هناك السعودية قالت ما جبناكم تأتمروا مؤتمروا واتفاقاتوا هذا بس شعار خارجي احنا جبناكم تتسلحوا وتتجهزوا وتخرجوا لليمن كل واحد يتعي يتباعه الشيخ يتعي قبائله والضابط يتعي جنوده وتجتمعوا وتشكلوا الجيش يواجه أنصار الله مصر إذن على زج علي عبدالله صالح في موضوع المؤامرة فيما يتعلق بمشاركة بعض أعضاء الحزب الشعبي في المؤتمر في الحقيقة علي عبدالله صالح قال بأنه هؤلاء خونا وهذا لا يعبر عن رأي الحزب ولا يعبر عن رأي صالح نفسه علي عبدالله صالح معروف أنه يقول للمفرقعات والفقاقيع وفورا يعني يشتغل عكسها هو ذي أرسل ذالناس هل تعلم من ذالناس يراحوا للرياض أنهم من أكثر الناس حبا ووفاءا له تمام فهو أيضا كثقل رجال هم تقل تمام فهو اختارهم خصيص على ذلك الآن بقى تشوفهم الآن يخرجوا إذا بدأ القوسي القوسي خرج طيب عفوا ليس القوسي المقدشي معلومات هذه المعلومات يعني التحدث بها الآن هذه حقائق حقائق أنا ابن البلد وقارئنهم قراءة السواء وفوق هذا مخلوطة معلومات على تحليل على حقائق متتابعة واحدة بعد اختها ولكنها معلومات جديدة أعتقد على كل حال سنوصل للمؤتمر طيب لن نوصل للمؤتمر ولكن بعد ما نستعرض عنوين الصحف العربية شيخ مجاهد السلام عليكم جولة على عنوين بعض الصحف العربية وأبرز ما جاء فيها البداية من لبنان مع صحيفة البناء الجيش السوري يعزز انتشاره في السويداء والمقاومة تتقدم نحو جرد قارة الحرير وجنبلات يأسفان لتجاوزات فردية ودروز واجهون مذابح حلفائهما اكتمال تحضيرات جناف اليمن الأحد وتوغل الحوثيين يثير الذعر السعودي الحوار اليمن حراك سياسي ومواجهات عسكرية الجيش وانصر الله يعلنان موقفهما خلال ساعة إلى عنوين صحيفة الثورة اليمنية العضوان السعودي يصاعد إجرامه محافظة صعدة تتعرض لإبادة جمعية وتصفية عرقية ليس لها نظير نقى في الشأن اليمني وفاة قائد القوات الجوية السعودية جراء قصف اليمن لقاعدة خالد موقع بريطاني عسكري ينفي مزاعم اعتراض السعودية ساروخ سكود اليمني ننتقل إلى عنوين صحيفة الدستور الأردنية ديماشق تعترف بسقوط طائرة ميغ وتنفي سقوط مطار الثعلة نقل أملاك الجماعة لصالح جمعية الإخوان ننتقل إلى أبرز ما جاء من عنوين في صحيفة الوطن العمانية من العراق الجيش يخض معارك مع داعش على عدة محاور وجاء في عنوينها أيضا وسط دعوات فلسطينية بتصعيد مقاومة الإجراءات الإسرائيلية الاحتلال وقطعانه يصاعدون عضوانهم على الأقصى والقدس المحتلة سوريا تنفي استيلاء المسلحين على ثعلة بسويداء الأسد الفكر التكفيري يستهدف نسيجنا الاجتماعي إلى عنوين صحيفة الخليج الإماراتية في العنوان الأول نقرأ حكومة هادي تسمي وفد جونيف وعشرون مليون يمني للمساعدة وفي عنوينها أيضا المعارضة تخترق دفاعات الأسد في السويداء أردوغان يتهم الغرب بقصف العرب والتركمان ودعم الإرهاب الكردي ونختم مع عنوين في صحيفة الشرق الأوسط البداية نقرأ الخليج يلوح بخطة لحفظ أمنه القومي إذا فشلت جونيف لعطية التحالف من أجل إعادة الشرعية باقا ما لم ينفذ الحوثيون القرار 2216 مشاورات ديمستورا هواجس من سقوط الدماشق بيد داعش مقترح أمريكي بإنشاء قوة استقرار من 50 ألف رجل لحفظ الأمن إذا سقط النظام ونقرأ أيضا في صحيفة الشرق الأوسط تحقيق سويسري نمساوي حول تجسس مجهول على مفاوضات النووي الإيراني العثور على معدات في فنادق استضافة المشاورات وإسرائيل تنفي تورطها واشنطن تبحث إقامة قواعد عسكرية في العراق على غيرار قاعدة الأنبار عشائر الرمادي يستقبلون بحذر قرار أوباما إرسال مدربين ويطالبون بالتسليح هذا أبرز ما جاء من عنوين في بعض الصحف العربية لهذا اليوم شكرا للمتابعة وعودة لبرنامج آخر طبعة شيخ مجاهد كنا نتحدث قبل قليل عن مشاركة أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر الرياض لماذا تستبعد أنت فرضية الانشقاق داخل الحزب لأنني أنا أعرف علي عبدالله صالح وأعرف كيف يلعب هكذا لعبه دائما الشي ونقيضة في آن واحد يعني لما يقول لك حاجة توقع عكسها تماما تمام ثاني حاجة الحين الحوار بيتم بيسم هو بيتم بين المؤتمرين والذي جايين من صلعة هم المؤتمرين زائد اثنين من أنصار الله واحد ثاني من القوال الوطنية الأخرى يعني لعبه قذره معروفة مكشوفة يعني ذي جايين من الرياض وثلاثة هم مؤتمرين زائد واحد صلاحي واحد ناصري تمام هذه جايين من صلعة نفس الكلام مؤتمرين زائد اثنين من أنصار الله واحد من القوال الأخرى يعني لعبه مكشوفة عين عينك ثاني حاجة يشوف السعودية تريد ترسلهم لا هناك بس على ما قلت تقول للأموم المتحدة أنه نحن ملتزمين بالقرار أما النتائج سلفا لن تكون هناك نتيجة لصالح البلد ولن يتفقوا على شيء أنا ما كملت لك نتيجة المثال الذي قلت لك قبل شوية الآن أنصار الله والقوى الوطنية إذا رفضوا ما يروحوا هناك في المكانة الإعلامية السعودية بضخ إعلام ألم أقول لكم أنهم انقلابيين؟ بيقولهم كذا يعني بيصنفوهم انقلابيين مؤتمر جنيف يعني إذا ما راحوا مؤتمر جنيف حيعتبروهم انقلابيين والسعودي باتقول يعني أحنا قلنا لكم أنهم انقلبوا يعني كلام الشرعية يعني بمعنى تشويه لهم والبلد تحت الحرب وتحت القصف الآن يعني الناس تبحث عن حلول الناس بدها حلول من شأن مواطن من شأن هذا المواطن إذا معناها قلت لك هذا المؤتمر عماما قلت لك مثل الجروح دي قلت لك عليه إن حد حضر ما بش نتيجة تمام؟ وإن حد ما حضر يعني يستطيعوا أنصار الله يستطيعوا أن يتحصنوا يعني أمام الشعب أمام شسمه؟ خلف وقف طلاق النار يعني لا حوار لا بوقف طلاق النار لا حوار لا بوقف طلاق النار هنا يستطيعوا أن يحفظوا يعني بمعنى وهي الحقيقة هذا يعني كيف حوار وقصف في آن واحد وبالتالي هذا ما دفع أنصار الله للذهاب إلى مؤتمر جنيف منعا لتشويه صورتهم أمام السعودية أو أمام الرأي العام اليمنى في حال لم يحضروا هذا المؤتمر ولكن السؤال ألا يوجد تسليم الآن برأيك من الأطراف اليمنية المختلفة حتى من الحكومة حتى من الرئيس عبدالربو منصور هادي لضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية بعد فشل كل المحاولات العسكرية يا أخي اليمنين مستعدين يتفقوا ويتفاهموا كانوا في صنعاب يتحاوروا وما مستعدين يختلفوا المشكلة معناها هي السعودية السعودية ذي لا تريد أنا نتفق طالما اليمن خار يسيطركها السعودية تريد متى ما وصلت إلى غايتها في اليمن وأرجعت هيمنتها تعلن اتفاق بين الناس هذولة ذي في صنع ذي في الرياض يعني مملوكين للمملكة العربية السعودية ما قالتها المملكة لا يمكن يقولوا منها لا تمام يعني قالت اتركوا القضية نجعلها ذريعة للحرب تركوها وصاروا يصيحون أنهم مظلومين وأنهم مقصين وأنهم كلام فاضي تمام السعودية أول ما تصل إلى غايتها في اليمن بعد قلهم اعلنوا وصلت إلى اتفاق يعني السعودية السعودية التي تريد ثورة 1962 لما قامت تمام قامت ثورة ضد النظام الملكي على أساس نظام جمهوري السعودية خافت بالنظام الجمهوري بجوارها يكون فيه التعدادية السياسية ولا آخرة أنه باينتقل على شعب المملكة يعني المملكة بعدين الشعب بيطالب نظام جمهوري قامت دخلت على الخطوة أمدت الحرب في اليمن الحرب الأهلية ثمان سنوات وبيقيل ملف ملف الحواري بين اليمنين بيدها ملف الحواري ذاك الأيام بيدها مؤتمر عقدة في جده مؤتمر في الطائف وآخر مؤتمر في حرب ذالحين نفس الكلام نفس السيناريو كما هو تشتي الآن الجنوب تشتي أرض الجنوب يكون موقع انطلاقها لأتباعها هي الآن تشتي تأخذ الجنوب سواء بالحرب أو بالخديعة هم يحاولوا الآن من خلال عمان يعني عمان شريفة وعمان بتمشي صح لكن السعوديين يريدوا الخديعة للوصول إلى الجنوب منشان يكونوا منطلق لأتباعهم السعودية من هنا تشتي ترتح حرب أهلية وبات طول سنين بات طول سنين السعودية مش ناوية تترك الأمر إلا لا تحققت غايتها إذا خرجوا أنصار الله من صنعها يواجهوا في الحدود السعودية وفي الجنوب على امتداد 1500 كيلو تمام؟ إذا خرجوا في هذا المكان علي عبدالله صالحين قلب السعودية مصرح على هذا الغاية لا يستطيع اليمنين أن يفرضوا على السعودية وقاف إطلاق النار إلا إذا الصواريخ شنت شنت على المملكة من كل يعني بالنسبة لليمن إضافة إلى دخول الأراضي اليمنية يعني إطلاق صواريخ من الأراضي اليمنية يعني حرب يعني دفاع سوى عندها تتراجع السعودية فرض عليها عملية فرض وقف إطلاق النار طيب لماذا لم يحصل هذا الأمر؟ أول حاجة علي عبدالله صالح والذي كان حاكم البلد صح ولا لا؟ الحاجة الثانية علي عبدالله صالح عنده صواريخ سكوت وعنده طائرات ميج 29 آخر شي اشتراها في 2010 تمام؟ هذا التزامن السعودية إنها ما تشتغل ما تشتغل ضدهم ومخبنها السلاحة هذه حصلوا عليها أنصار الله الجهاز الأمن القومي الجهاز الأمن القومي التابع لعلي عبدالله صالح هو الذي بيبلغ الطيران السعودي أنصار الله متجمعين في المكان الفلاني اضربوهم اضربوهم السلاح مخبي في المكان الفلاني اضربوه تمام؟ ما بلقى أنصار الله سحبوا هذا الكلام يعني سحبوا الأسرحة لا أماكن ثانية بس أكلمك على موضوع أنصار الله ما بلقى الله يعينهم الله يعينهم هم أمامي يعني عدو داخل وعدو خارج هذا يبلغ فيهم وهذا يحدد موقع تجمعهم وهذا يحدد موقع أسلحتهم حركة أنصار الله ألا تمتلك أسلحة ثقيلة من حلفائها ربما وأيضا من بعض القواعد العسكرية التي سيطرت عليها الحركة أنصار الله حركة جديدة حديثة العهد يعني ما كانت ماسكة فترة طويلة على أساس الآن بدأت تصنع صنع محلية مثل حماس مثل بداية حزب الله عملية تصنيع لا أقل ولا أكثر لكن هم حصلوا على أسلحة من الجيش اليمني ليس أسلحة يعني أنه حصلوا عليها بالرضا حصلوا عليها بالقوة ثناء المواجهات وهذه نافع لهم الآن في عملية المواجهة لكن أقول لك موضوع الصواريخ السكود بالذات لم يحصلوا على هذه الصواريخ من خلال المواجهات التي حصلت فيه لكن ليس كافي اليمن الجنوبي قبل الوحدة كان محليف روسيا ومليان صواريخ السكود هذه الصواريخ عليها عبدالله صالح شلها بعد الوحدة ومخبّنها علي عبدالله صالح من أجل حراسة حكمه من أجل ورثه ولده كل مشترواته سلاح في كل سنة يشتري أسلحة آخرتها 2010 راح لها مؤتمر قمة العربية هذه حقودت في سرط في سرط في ليبيا ومن هناك راح على روسيا اشترى طائرات واشترى صواريخ وعليمن ومخبّاهم التزم للسعودية أنها ما تشتغل ضد السعودية لأن السعودية تقول مش معقول أنه أنا أجي أفتح حرب وأجل لك أنصار الله لأطراف اليمن وفي الأخير كله على حسابي أنه حيضرب تضرب المملكة وحيضرب القصورة لكن لا أنت التزم لي بتيه التزم لهم أنه ما هذه الصواريخ ما يطلق منها شيء على المملكة لكن في أول 24 ساعة من عصفة الحزم تعمدت المملكة العربية السعودية ضرب القدرات الجوية للجيش اليمني منها المطارات الطائرات وبالإضافة إلى الدفاعات الجوية وبالطبع يعني ربما لم يعود يستطع علي عبدالله صالح أو الجيش اليمني إنجازة تعبير استخدام هذه القدرات هذه المطارات التي تحكي عليها مطارات مدنية لضرب التالسعودية من شأن تجويع الشعب يموت من سيف الله مطارات المدنية في مرحلة لاحقة ضربة لمنع إصال المساعدات ومنها الطائرات المحملة بالإغاثات التي حاولت إيران إصالها هذا مدني والطائرات التي كانت محملة هي مدنية في مطارات عسكرية بعضها داخل الألوية تقدر الطائرات تطير منها وطائرات جديدة ما قد استخدمت بعضها وبعضها قد أخذوا عليه فكرة هذه هم أتباع علي عبدالله صالح ثاني حاجة علي عبدالله صالح الآن لما يقول له قوته اللي بتشارك في الحرب مش صحيح يعني هذا الإعلام بيروج له وتلاحظ أنها العربية والجزيرة ذي بيروجوله وأتباع علي صالح وأتباع علي صالح ما فيش أتباع علي صالح ميعهم وتركهم للحظة الإنجلاب استدعيهم الموجودين الآن من الجيش قلتهم تبع الثورة هم انضموا للثورة لما يقول لك اللجان الشعبية والقبائل والجيش هذا الجيش هذي انضم للثورة ليس الجيش الذي تبع علي عبدالله صالح يعني علي عبدالله صالح كل ما يصدر منه الآن مجرد فقاقع وإعلامية واو واو حصل حتى لما انكشف يعني إذا الموضوع موضوع فقط فققيع كيف يمتلك الرجل الطائرات وصواريخ سكود وكل هذه الأسلحة ويحرك الجيش والموضوع فقط فقط يا أخي في المشاركة في المشاركة في الحرب فقاقع ما يصدر ما أقول لك أنه الرجال تقيلوا له مكان مش له مكان يعني أتباعها هذي مشتريهم بالفلوس حق الوطن لهم تقلوا لهم مكان الرجال تقيل في البلد ما قلناك حاجة تمام لكن أنا بنقول لك مشاركة في الحرب ضد السعودية فقاقع إعلامية حتى لما كشف مخططها النهناوي ينقلب راح سعودية تضرب بيته على أساس يعني تخلق عند الناس تغطية للموقف تمام ضف على هذا ضف على هذا شغلة ثانية وش هي يعني إذا الحين الإعلام الإعلام تراشق إعلامي بينه وبين السعودية يطلعوا المعلقين السعودين يقولوا هذا عبد الله صالح الخاين هذا 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 هو صالح عند خاين لهم تمام لكن هم يشتوا يثبتوا أنه في عدوا وأنه صادق في الحرب عشان يؤمنوا وأنه صال الله يطلب عليهم تمام ولا ما فيش في البحث سنتوقف الآن مع فاصل قصير شيخ مجاهد حيدر وما ثم نعود لاستكمال هذا الحوار مشاهدين الكرام فاصل وانواصل ابقوا معنا من جديد ورحبوا بكم مشاهدين الكرام ووجدوا الترحيبة أيضا بالشيخ مجاهد حيدر شيخ قبيلة سوفيان بكيل اليمنية الذي رفقنا في هذه الحلقة من آخر طبع لكن قبل استكمال هذا الحوار نتوقف مع فقرة الحدث الأخبار الأخبار اللبنانية مجلس التعاون الانسحاب من المدن أولا تندر المعطيات التي تدعو إلى التفاؤل بوصول مؤتمر جينيف إلى نتائج ملموسة إذ إن معظم المؤشرات ترجح أن المؤتمر الذي ينطلق يوم الأحد المقبل سيكون مصيره الفشل هذه التوقعات يعززها إعلان مجلس التعاون الخليجي يوم أمس اشتراطه لوقف العدوان السعودي تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي ينص على انسحاب الجيش وحركة أنصار الله من المدن والمحافظات اليمنية وذلك بعد تأكيد المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ خلال لقائه مسؤولين خليجيين أن حوار جينيف سيكون مجرد مشاورات لتنفيذ القرار الفين ومائتين وستة عشر وهو الموقف نفسه الذي أعلنته الرياض وحكومة عبد رب منصور هادي غير مرة وفي وقت ينتظر فيه أن تتضح خلال الساعات المقبلة أسماء المشاركين في المؤتمر على نحو رسمي من المتوقع أن تعمل الرياض على إحباط المفاوضات عبر تمسكها بصقف شروط مرتفع وذلك كي تحقق بالتفاوض ما لم تحققه في الميدان ولسيما إعادة هادي وحكومته إلى اليمن تحت عنوان تطبيق قرار مجلس الأمن السفير السويداء في خطر مع اقتراب المجموعات المسلحة للمرة الأولى منذ بداية النزاع في سوريا إلى مسافة كيلومترات قليلة من السويداء يزداد القلق على دروز سوريا في هذه المنطقة من أن يكون مصيرهم مشابها لمصير دروز إدلب الذين ارتكبت جبهة النصر مجزرة ضدهم أول من أمس ذهب ضحيتها نحو ثلاثين شخصا واستطاعت القوات السورية أمس صد هجوم كبير على مطار الثعلة العسكري الذي يعد أحد أهم خطوط الدفاع عن السويداء فيما فتحت السلطات السورية نافذة جديدة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا الذي من المرجح أن يزور دمشق بداية الأسبوع المقبل بعد انقطاع طويل وإشارات جافة تبادلها الطرفان أخيرا ولا تقتصر مخاوف دمشق على معركة تضطر إليها مدينة السويداء وتضع كل المنطقة الجنوبية في هوات الضياع بل تتعداها إلى ما هو أكثر تهديدا عبر تبلور الهويات الطائفية لهذا الصراع واكتسابه شرعية ميدانية صريحة ووفقا لتقديرات محلية يبلغ عدد سكان السويداء من الدروز نصف مليون شخص فيما يقتن جبل الصماق نحو ثمانية عشر ألف درزي ويقتن عشرون ألفا في جبل الشيخ ومثلهم في الجولان المحتل ووفقا لمستشار أحد مشيخ العقل في السويداء أشرف الجرماني فإن ثم تقلقا في السويداء يتوجه خوف أكبر بسبب عدم تسلح المنطقة بما يكفي من السلاح والتراجع الميداني الذي حصل للجيش كما أن ثم تتخوفا من انقصام داخلي يعمل البعض على تقديمه على طبق من فضة للأعداء لتسهيل مهمتهم بالتأكيد شيخ مجاهد ما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية يتطابق بشكل كبير في موضوع مؤتمر جونيف خلفيات هذا المؤتمر مع ما ذكرته في بداية هذه الحلقة حضرتك لكن المواطن اليمني كيف ينظر إلى هذا المؤتمر هل يعول بالفعل عليه مثلا لإنقاذ اليمن من المحنة التي يعيشها الآن المواطن اليمني معظمة الآن من كثر الوجع ومن كثر الخراب ومن كثر القتل صار عنده نجمة نجمة عدوانية للسعودية ولا ود حتى الحرب توقف اليمني ذا الحين البعض يقولوا اليمنين هلكوا واليمنين اليمنين البطال واليمنين عندهم عنفوان يعني أجعهم الضرب وخربت بيوتهم تمام وقتول أبنائهم يعني أغلب الناس تضرروا إذن هذا الناس عندهم نجمة الآن وبيقولوا لأنصار الله لا توقفوا طلاق النار رغم المعاناة هناك ملايين في الحقيقة الآن يحتاجون إلى الدواء والغذاء صحيح هذا الكلام موجود سعودية بالنسبة لها عاملة حرب على عدة محاور مش لا محور الطائرات والضرب والقص والصواريخ أيضا الحصار تريد الناس الآن تضرب الغنم لا في تجمع غنم تضربها تمام تضرب المياه قزانات المياه عشان ما تخزون المياه آبار المياه تضربها يعني متحمده إباده جماعية تمام وفوق هذا قد ضربت في البداية المصانع القدر كلكم علمتوا ضربت الحق المبان وضربت المستشفات لا يتعالي صحيح والآن عاملة حظر في البحر على اليمن من بداية الحرب تمام وأي أحد يقدم مساعدات قالت له روح جابوتي سلمها هناك في جابوتي تمام وهي متفقه جابوتي أن يصبح جابوتي مخزن لها مخزن للغذاء تبع السعودية بعدين وين ناوي سعودية تديد الغذاء ناوي بعدين تديد أتباعها لما ولكن يتم توزيع هذا الغذاء الذي يصل إلى جابوتي ومن ثم يدخل إلى ميناء عدن يتم توزيعه في اليمن يدخل إلى الطرف الآخر يعني لا يوزع بشكل عادي لا يتوزع أول حاجة يدخل إلى الطرف الآخر وبالنسبة للصنع وما يددون لها ما يددون لها أي حاجات أساسية غذائية يعني يعطوها لقشور من شأنهم الآن بيقولوا مثلا للجهات الإنسانية التي متعاطفها مع اليمن هاتوا أحنا سنوصلها سعودية عملة وكيل لليمن عالميا هل تعلم السعودي عملت وكيل للغذاء لليمن يعني عالميا إنها هي وكيل اليمن تستلم الإقاثات هي وتخزنها هناك على ما قلتك في جابوتي وبعدها توزعها شي منها بتوزعها الآن للموجودين من أنصارها والباقي المخازن بخلنها لما تفتح أرض أوسع عشان بعدها يتغدوا سنين والحرب سنين السعودي هذا بخطط هذا وإحنا نعرفها مزبوط أحنا اليوم في جزيرة واحدة وعارفين كيف يفكروا يعني عقولهم كيف تفكر تمام فش اسمها هذه راح لا صرعا الآن من تغذية لا تسمى غذاء لا تسمى غذاء تسمى سوريوم هذا السوريو تمام إضافة على قولنا هناك في الأرياف يقولوا تنترون عرف التنترون يعني بمعنى لا الله مش عارفه لا عن معنى غسيل سبرت سبرتات سموه عندنا تنترون تمام فهذا التنترون الآن بيوصل هناك زي سوية شاش زي السوريوم هذا بس حاجات يعني غذائية أو تأسس تأسس الحاجة مثلا ما فيش هذا الكلام طيب فيما يتعلق بمشاركة إيران في المؤتمر بدعوة أممية وبالطبع اللقاءات التحضيرية التي تحصل بين الأمم المتحدة وبين يعني بعض الشخصيات الإيرانية آخرها كان نائب وزير الخارجية الإيراني برأيك هل ستثمر ربما لإنجاح مؤتمر جونيف وما هو الدور الإيراني الذي يمكن أن تلعبه طهران في جونيف تحديدا اليمنين ليس من مصلحة هم حضور طهران للمؤتمر أبدا أبدا لأن السعودية تقول المد الفارسي المد الشيعي وصل اليمن لما يزيد يحضر هذا مشرف يعني أعطاء أن السعودية تتكلم كلام صحيح ولكن ألا تشكل دعم لحركة أنصار الله لأشعب اليمني داخل المؤتمر داخل حقيقة ما فيش هذا الكلام لماذا نعمل في الإعلام أتحدث عن دعم معنوي في داخل المؤتمر ما هوش في صالح اليمن أن تكون إيران مشرفة على عمل من هذا لأنه إيران ما عملت حاجة مع اليمن تمام لماذا أتلبخ أنا بها واتهم بها وما فيش حاجة أنت عارف أنه إيران أصبحت ظاهرة صوتية لا أقل ولا أكثر يعني البحرين ما عملت لهم شي أوكي اليمنين ما قادروا تدخل لهم كيس طحين تمام فوق هذا كله حركت شي اسمه قافلة سفيرة مساعدات وقالت حركة الأساطير والباريات ومسعيدة قلنا حلاص هذا ما يموقف لا تغلط نعا يعني يمكن السفيرة نفس هذا بشي بر تمام وصلوا جموتي يسلموها تمام فأنا قسطي يعني أنه هي الآن اشتهت عيد سياساتها لأنه هي الهدف من هذا الحروب أنت عارف أن الآن داعش تمددت لو سقطت بغداد وسقطت سوريا الحرب اليوم الثاني معها مع إيران يجب أن تفهم تلك الكلام لأنها حملت حزب الله كثر من طاقتها يعني رمت كل التعب على حزب الله حزب الله قائم بالعمل هنا وحزب الله يعني كل بؤر الصراع حزب الله تحملها على كاهلة تمام يعني وهي جيشها وين هو جيشها في ثقاناته إذن يا أخي ما نتوقع لفهم حرب بريان ولكن ألا تعمل إيران يعني ربما بطريق غير مباشر تعمل عبر بعض الحلفاء منها سلطنة عمان وكانت الاتصالات جارية على قدم وساق بين إيرانيين وبين العمانيين مواعظ وأفكار ومواعظ لتحرب الآن تمام يا إيه يا لأ صحيح ولكن يعني بعد تدخل سلطنة عمان في هذه الأزمة عبر ربما وسطات معينة حصل مرونة وبالتالي ألغيت كل الشروط التي كانت ترفع من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي للمشاركة في مؤتمر جنيف ومنها العودة أو الاعتراف بالشرعية الآن لا يوجد شروط كيف سلطنة عمان بقايدها العاقل نحن مجتنعين بوسطها بدون حدا لا تجي إيران ولا يجي حدا ثاني يعني هو رجل أحنا نذك فيه وحتى مش مستعد يعني جنيف ممكن نقبل في سلطنة عمان الوساطة هذا رجل عاقل وإنسان يعني يحترم الجوار يعني ومن البداية هو رجل عاقل حتى قلت لك العنطزيات هذا العربية ما تخل فيها هو يعني لا عنطز ولا فرقع ولا شي دائما عقلاني وإحنا مقتنعين أن يكون هو الوسيط إحنا قابلين هذا الكلام ولوه من دول مجلس التعاون الخليجي هو رجل نزيه هذا سلطنة عمان داموس بن سعيد السلطان تمام نقبل وساطته وإيران وجودها في الإعلام هي مش موجودة في الفعل ولا موجودة في الميدان يعني خلاص لازم يزيد يحققوا رغبات السعودية أنه مجد فارسي في اليمن أمي سعيد الكلام فاضي عشان يكذبوا العرب والمسلمين السنة على هذا الأساس طيب بدأنا نلاحظ شيخ مجهد اهتماما أمريكيا لافتا في الأسبوع الأخيرة بالأزمة اليمنية يعني مع بداية هذه الأزمة كان الاهتمام الأمريكي أو التفات الأمريكي ضعيف جدا الآن هناك اهتمام هل هذا الاهتمام مرتبط ربما بالخطر على الحدود الآتي من الحدود على المملكة والخطر الداخلي أيضا شوف أمريكا أول حاجة كنت لك من تكلمنا في البداية عدة مرات يعني أمريكا الآن تشتغل بزواجية يعني من أول كان أمريكا تصرح بالحرب وتدخل في الحرب هي الآن قالت أنا احترقت بسبب هذا السياسة لما هي تصرح بالحرب وتدخل في الحرب يعني أنا احترقت في المنطقة في الشرق الأوسط دخلت العراق عملت عمل تمام إذن أنا الآن اتخذ سياسة جديدة هي أبتسم للضحية وأشجع الجلات تمام فهي الآن تصرح نها ضد هذا الحرب لكن لو تقول للسعودية بجد أوقف اطلاق النار يا أبن السعودي ووقفها لكن ما بش جدية هي بس تعطي فقاقيع من هذا الفقاقيع الفاضية ثاني حاجة هي بالنسبة لها ولو بش مقتنعة مثلا بأي حرب ولو بش مقتنعة أختيها هذا الظروف هي بتسعى إلى رضاء أهل السعود صحيح ولكن يوجد تطورات أنه كان هناك تواصل في سلطنة عمان بين بعض أعضاء من حركة نصار الله وإن باترسون خبير وزارة الخارجية الأمريكية في شؤون الشرق الأوصل وعلى خلفية هذه اللقاءات بالفعل تمت المشاركة في مؤتمر جنيذ بالإضافة إلى مشاركة حكومة بحاح أيضا هذه معلومات ماش صحيحة وهذا له دلالات هذه معلومات ماش صحيحة ليش هم الآن بيقولوا كيف أنه أنصار الله خلنا كلمك يقولوا لك أنصار الله ضد الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وفي الأخير يتحاولوا من تحت الطاولة هذه تعيات ضدهم فقط ضد أنصار الله يعني ما فيش حاجة يسمها وسطها أمريكية بين أنصار الله وأمريكا يا أخي إيران جلست مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع في موضوع الملف النووي وموضوع العراق ومواضيع أخرى لا أيها بس في قضاياها مش في قضية اليمن قضية اليمن ما لها دخل بهذا المواضيع وإيران في في حوارها الآن مع أمريكا حوارها في الملك في النووي ما هو لا في العراق ولا في سوريا ولا في شيء بغض النظر ولكن الضرورات تبيح المحظورات ويعني لا بأس إذا جلست الولايات المتحدة الأمريكية مع الحوثيين أو العكس لحل الأزمة اليمنية وهذا ما حصل حتى أنه كان هناك حديث عن جلوس الأمريكيين مع الحوثيين لمواجهة تنظيم القاعدة في داخل اليمن قلت لك الحوثيين واجهوا القاعدة على حسابهم الذاتي وليس لهم لا بصعطان ولا فلتان حتى أن أمريكا حدد سياسة وقتها هي والسعودية حددوا سياستهم أنه من مصلحتنا القاعدة وأنصار الله يأكلوا بعض مثل المنشار يا تمام روح آكل راجع آكل يعني بمعنى من قتل من أنصار الله ولا انتهى ولا من هذا ولا فائدة كله معداء هكذا أمريكا كان سياستها السعودية حتى السعودية قالت خدموني خدموني في الإخوان المسلمين بدون قيمة يعني بمعنى هذا مبدأهم طيب العديد من الحركات الجنوبية الآن في الحقيقة يعني أصبحت قريبة أكثر من المملكة العربية السعودية بسبب موضوع الانفصال لأنه يحكى عن دعم المملكة ولو بشكل مبطن للحركة الانفصالية في اليمن برأيك هذا الموضوع هل سيكون موضع جدل ونقاش في داخل مؤتمر جنيف شوف السعودية لا استطيع أن تصرح من الآن بموضوع الانفصال أنها تريد الانفصال عيني عينك يعني الواضح لأنها ستقسر أول شي حليفة علي عبدالله صالح هذه متفقه وياه على الانقلاب تمام السعودية في موضوع الانفصال لا تريده إلا لما يكون أضعف الإيمان يعني أنه ما استطعت تحقق نصر على أنصار الله ولا استطعت تغيير النظام في اليمن من خلال عملها الآن ممكن بعدين أضعف الإيمان أنه يكون عنفصال منشان تشغل دولة الجنوب في حرب دولة الشمال لا تلتفت إليها يعني تبقى مشؤولة بهذا الحرب زي ما سوت في زمان يعني الحروب الشطرية من أول صلتت علي عبدالله صالح الحرب الجنوب كان جنوب دولة وطنية طيب إذا لم تعيد المملكة العربية السعودية الحركات الجنوبية بالحصول على دولة مستقلة لماذا تدعم هذه الحركات توجه المملكة في عصفة الحزم وغير ذلك هي تدعمهم تستغل أوجاعهم الجنوبين موجعين صحيح موجعين من علي عبدالله الصالح شاركهم ولكن علاقاتهم مع حركة أنصار الله علاقات جيدة مش كلهم يا أخي الناس مثل الناس معظمهم معظمهم في ناس يعني مؤيدين شوفوا وشتي أقول لك النصيحة العامة للكل أنه أيدوا هذه الثورة ثورة 21 سبتمبر هذه قامت هي حت صحح الوضع وحت كلكم شريك فعلية الجنوبيين يعني حتى علي سالم البيض علي سالم البيض المعروف بعلاقاته مع إيران وقف إلى جانب السعودية وقام بزيارات علي سالم البيض من البداية موقفه واضح انفصالي يعني بدل ما كان هو الوحدوي الأول والشهر له في الأخير حدد موقفه أنه انفصالي أنا لا أتحدث هنا عن موضوع الانفصال من عدمه أتحدث عن وقوفه إلى جانب المملكة العربية السعودية في عاصفة الحزم منذ البداية برغم علاقاته الوطيضة بإيران وبالتالي القرب من حركة انصار الله هو راح إلى إيران وكان له علاقة بإيران أوكي والعلاقة كان أساسها الانفصال لما إيران غيرت موقفها وقالت أنا ما بدي انفصال ولا أسعى إلى انفصال اليمن بتزعله وراح للسعودية أوكي إذن السعودية الآن هي بتستغل معروفة سياسة المملكة دائما فن الممكن يعني مثلا أنت ناقم على صنعة وناقم على الحوثيين تمام ناقم على صنعة وناقم على الحوثيين ولك مطلب انفصالي أوكي السعودية بتقول أنا أريد استفيد من قوتي هذا مثلا بيضع أو غيره واحد بيقول لك والله أنا الشمالي لبجوني ولا سرقوني ولا نبجوني تعال هي تستفيد من هذا التفاصيل السعودية على أساس تكون جيش لأنها ما لقيت لا باكستاني ولا مصري إذن ما مش معها إلا تستغل في الفن الممكن أفلان مزعوج من صالح تعال ولو هي متفقحي وصالح أفلان مزعوج من الحوثي تعال أفلان مزعوج من قبيلة في الشمال تعال هكذا السعودي بتوظف هذا الأشياء السغيرات على أساس لها تكون جيش يعني بحثا عن حرب أهلية تمتد سنين هكذا مخط السعودية تمتد سنين واش تقول للجميع يعني رمضان رمضان هو بيقع دليل النوايا أوكي الذي مش مصدق هذا الكلام في موضوع الهدنة الإنسانية أيوة يعني الذي مش مصدق هذا الكلام عليه أن ينتظر رمضان إذا جاء رمضان وعطته السعودية حرمة ووقف تطلاق النار في معناها أن الأمور قابله للأخذ والعطاء وقابله للاتفاق رغم الأوجاع تمام وأن السعودية لم تعطي رمضان حرمة فهذا النية الأكيدة أنها حرب سنين ولكن صحيح ولكن فيما يتعلق موضوع الهدنة هناك موضوع خطير أيضا مرتبط بهذه الهدنة وهو مطالبة حكومة البحاح بقوات إسلامية لمراقبة الهدنة في شهر رمضان ما خطورة هذا الموضوع؟ أول حاجة هاليمنين لن يسمحوا بجيش يدخل اليمن تحت أي دريعة أو تحت أي مسمى بده رقابة العالم اليوم تطور يطرح القمر الصناعي على اليمن وتشكل لجنة عادلة من الشرق ومن الغرب تجلس على هذا الجهاز المراقب لليمن وبيشوفوه حتى من أطلق الطلقة ولكن من الذي يضبط الإقاع؟ الذي يضبط الإقاع؟ يعني لما السعودية مثلا تقول والله أنا أعطي رمضان حرمة وبوقف أطلق النار بس هذا الكلام لن يسيل لن يسيل عارفين نواياها تمام؟ إذن معناها بدنا رقابة خلاص الرقابة اليوم العالم تطور هاتلي مجموعة من الصين ومجموعة من الروز ومجموعة من هنا ومجموعة من القطبين هذا القطبين يقعدوا على طاول ويفتحوا الشاشة على اليمن فتحوا الشاشة على اليمن تمام؟ منهوذي قرح منهوذي اخترق منهوذي ويحددوا تكون لجنة عادلة مش لجنة من طرفه بس من الغرب بس ولا من الشرق بس لا لجنة مشتركة نعم احنا نقبل هذا الكلام اما حد يوطق لجنة على أرض اليمن نبترها ما فيش الأجنبي على اليمن يحط رجلة في اليمن اليمن فورته اساسا هي التحرر من الهيمنة الخارجية اساسا جيد طيب فيما يتعلق بموضوع التدخل البري برأيك هل لا يزال هذا الموضوع قائم بالنسبة للمملكة العربية السعودية ولو تم استخدام مرتزقة كما يحكى في بعض التحليلات طبعا هذا الموضوع عند السعودية من الأولويات أنه لابد من جيش لو دفعت كما دفعت على أساس لأنه بتشوفي أنه لما يهجموا على أنصار الله ويحسوا أنصار الله أنه فيه هجوم قوي عليهم سيطلعوا من صنعها لأنه بيقول لك مثلا فيه ألف هنا مقاتل ما يكفي نجيب ألف ثاني المعركة الأكبر ألف ثالث معناها بيطلع مخزونها البشري من صنعها إذا مخزونها البشري من صنعها هناك صالح جاهز للإنقلاب هذا الموضوع من أولوياتها تمام حتى الآن هي بتتذرع أنه يعني اليمن أنه اليمن طبعا من حقها يرد ومن حقها يدخل الأراضي السعودية يعني رجول أستباح كل شيء أستباح الأطفال أستباح الغداء يعني رجول يفكر في إبادة جماعية لهذا إذا فشل مؤتمر جنيف ممكن أن تكون هذه المرحلة المقبلة أو التالية بالنسبة للسعودية هي مستمرة هي مستمرة ومؤتمر جنيف لا تعول عليك في شيء السعودية لا يمكن في موضوع اليمن أن لا تحت الطاولة حاجة فوق الطاولة فيها حاج ما الحاج واضح أنه لماذا تعتدي على بلد مسالم ما اعتدا عليك ولا أعملك شيء واضح الحاج يعني من حالة الحاج لو جينا الشرائع الدولية ولا الشرائع الدينية تمام اعتديت على بلد يعني أنت المعتدي فيه لا لها سياسة معينة تريد الهيمنة على هذا البلد وتريد حواتي في الطاولة أن الهيمنة السعودية ترجع من خلال فلان والجيش الفلاني ضمانته شكرا جزيلا لك شيخ مجاهد حيدر شيخ قبيلة سفيان الكيلة اليمنية شكرا مع الأسف انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة وطبعا شكرهم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة